إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيل الشكر ما عرف الإنسان طهي النبات أبدا كان يأكل النبات طازش كان عليه فترة جمع الطعام كما يقول المؤرخون له أنني لا أتفق مع هذا الطرح لأنه جمع الطعام ثم بدأ الإنسان بالزراعة ثم بدأ يتساكن ثم هذه أشياء خزعبة له كانت دائما حضارة وأن الله سبحانه وتعالى يجب أن نعود إلى القرآن دائما القرآن هم المؤرخون يؤرخون على هذا الشكل يقسمون الحقائب التاريخية على هذا الشكل مرحلة جمع الطعام مرحلة الزراعة لنبدأ من البداية ولنبدأ من خلق الإنسان على هذه البسيطة فلما خلق الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم عليه السلام من تراب ثم نفخ فيه من روحي سبحانه وتعالى كما يقول في محكم كتابه وإذ قال ربك للملائكة أني خالق بشرا من سلصال من حماء نسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أباء أن يكون مع الساجدين فلما خلق الله سبحانه وتعالى هذا الخلق ثم ما هو أول طعام أكله وكيف بدأ الحياة طبعا لم يكن هناك ولا حتى الدرية الأولى أو السلالات الأولى لسيدنا آدم عليه السلام فهذه السلالات كانت تعيش كما كانت تعيش خلائق أخرى ولو أن النار فجدت مع وجود سيدنا آدم على هذا الكون فعرف الإنسان كيف يعيش كان يأكل الطازج وكان إنسان قوي جدا لماذا؟ لأن الطازج أقوى من المطهي لأن الطازج اللي كان هذه الساعة كان طازج طبيعي وكان طازج متنوع جدا كانت آلافة الأنواع من اللفت آلافة الأنواع من طماطم آلافة الأنواع من الجزر آلاف أقول آلافة الأنواع ولاش خمسين وستين نوع آلافة الأنواع من الحبوب آلافة الأنواع من الأشجار يعني ليس حاجة سهلة وكانت كثير جدا وكانت أنطار كثيرة فكان الأرض كانت مخضرة كلها حتى دول الشرقية شيء في جزيرة العرب كانت خضراء كانت جنة فهذا الطازج معنى الطازج الطازج قوي لماذا لأنه لا يطهر لما نطهي الطعام على حرارة مئة من ستين فما فوق فنحطم أو نطلف الأنزيمات ولذلك أنا أرجح الفواكه على الخضر الطيب كنتكلم عن الخضر قبل الفواكه أنا أتكلم عن الفواكه قبل الخضر لماذا لأن الفواكه كالطازجة فيها أنزيمات والفواكه فيها سكريات بسيطة أكثر من الخضر إلا الجزر فيه شوية سكر أما الفواكه فيها سكر العينب كيوصل حتى 15% و20% من السكر تمر كذلك فهي تفوق الخضر بالسكريات ثم أنها تأكل طازجة أنها فيها أنزيمات وأن الآن البحث العلمي بذكيبيين على أن كل الأمرات تأتي الآن من النقص في الأنزيمات وأن النقص في الأنزيمات الآن هو الذي يسبب يسبب جل الأمراض وليس النقص في المغذيات فالجسم يعيش بالأنزيمات ولذلك حتى الأطباء الآن تشوف التحليلات بدون تطلبوه هذك الأنزيمات لكن نعم ترانزامينات والسير بي والقاما جلوبيلين والالفافوتو والمسائل هذه الهورمونات والأنزيمات هذه كلها مؤشرات يعني تل الفوسفا تزالكالين كي المسائل اللي كتطلب في التحليل علاش لأن هذه الأنزيمات الخضر قوية في الأنزيمات في الأنزيمات كثيرة وكان بعض الفواكه الآن التي تستعمل كمصدر للأنزيمات مثل الأنناس ومثل الباباي هذا يعني احتى الخيار احتى الفقوس احتى هذه أشهر البصل البصل كذلك البصل غني بالأنزيمات يعني فلما نطهي الطعام هناك الأنزيمات بعدها مشاو ما كيبقاوش نتلف الأنزيمات نهائيا نعم وكان فيتامينات حساسة بحل بي فيتامينات من نوع بي هي حساسة للحرارة تتمشي الفيتامينات اللي ما كتمشيش بالحرارة هي الفيتامينات المضادة للأكسدة من الـ B من الـ A والـ C والـ E والـ D هادو ما كتتلفهمش الحرارة هادو يعني ما كتتعلم السي شي شوية لأن السي الاجتفاف لديزيدراتاتيون هي اللي كتضيع الفيتامين السي أما الحرارة ما كتقضيش على الفيتامين السي بكترى هادو عشرين في المئة ولا ثلاثين كتتمشي ثم الطريقة الطهي يعني باش نفهموا الناس شنو الطبخ شنو الطهي ماللي كتسخ ماللي كتناخدو الحليب طازج إلا شربناه شربناه مئة في المئة لشنبناه خضر نعم إلا بسترناه غير بستره ستين درجة كننقصوا منه إلا عقبناه على مياه كنزيدوا النقصه إلا جففناه كنزيدوا النقصه بمعنى أننا قدروا نصلوا لإطلاف دي المكونات قوية اللي مش هي البروتينات الناس كتكلموا على سعرات حرارية عفض ضهر عن هاد سعرات حرارية ننتكلم على الجلوبيلينات وعلى البيبتيدات وعلى الأشياء القوية في الحليب والمضادات اللي كينا في الحليب والأنزيمات لأن الحليب فيه ليباز وفيه فوسفتاز ألكالين فيه تهوى أنزيمات وهذا الـ LPL هذي الاليبو بروتيان ليباز اللي كينا في الحليب والفوسفطة الكليلية في الحليب هم مهمين مهمين للجسم ولذلك الإنسان من اللي كان يشرب الحليب سخون من اللي يلا كيتحلب بقي على درجة 36 كانوا يشربوا حليب بازال سخون ديال الغنام ديال بقار ديال الإيبيث ديال نحن الحليب مشي وحليب بقار في الديانة الإسلامية وحليب الأنعام فكانوا كيستفدوا منه أكتر كان الطفل كيستفد من هذا الحليب أكتر يعني جسم قوي الآن من اللي كان سخنوا الحليب كان مفاعلات كيموية بحال مثلا مفاعلات مايار إلا سخنة الحليب بزاف كيوالي حمر كحتى اللون دياله كيتغير لأن هاد مفاعلات مايار لشنو كتعطي كالبيبتي دات اللي كيتفاعلوا مع الحمضيات العضوية وكيعطيو هاد اللي كنسموه نحن الميلانويدات هاد اللي كتجي من مفاعلات مايار هي اللي كتكون في الحلوة الشبكية كتكون في البيسكوية كتكون حسيمة اللي كتتحمار الحاجة كتقرمي اللي كنقوله هناكتحمار يعني على حساب طرق الطبخ ممكن هذا الشي يتغضم وممكن يكون نافع للجسم ولم يكونش نافع ولك النافع غادي يكون بـ 30% و40 ماشي بـ 100% ولذلك نشوفه الآن على أن الناس اللي كانوا كياكلوا من قبل الأشياء الطبيعية ماشي الأشياء الناس اللي كياكلوا وذبا الناس يقول لك الحياة الآن أحسن أنا أقول الحياة الآن ليست أحسن هي ليست أحسن ولو أنها تظهر للناس أنها أحسن الناس الإنسان كان يعيشوا أحسن بكثير من الإنسان اللي كيعيش الآن أنا الآن سيقول لك لا ذا با كين كل شي شنو كين شنو كين كين بيزا ما كين والو ذا با غير ناس يعرفوا هذه المسائلة دي ما هي الأشياء التي تصلح لجسم الإنسان والأشياء التي تنفع الإنسان كلما اقترب الإنسان من الطبيعة معنا يأكل طازج الخضر مثلا إلا الطحنة طازج أو تكلت كيستفد من الجسم مئة في المئة إلا طابت كيستفد منها خمسة وثلاثين إلى أربعين مشي خمسين في المئة ما وصلاش خمسين في المئة لأنها من اللي كان تلف الفيتامينات والأنزيمات والمسائل الأخرى الحساسة كذلك للحرارة الخضراش كيبقى فيها كيبقوا فيها الألياف الخشبي والألياف المعدينية والبروتينات ولا الدهون ما يعني يقش فيها حاجة كثيرة يعني والآن مشي هذه المواد المهمة لجسم مضادات للأكسادة والمسائل الأخرى هي المهمة الآن لجسم هذا الطبخ ما اللي كان طبخه مثلا لمدة طويلة على درجة مئة حال طاجين مثلا المغربي ما اللي كان طبخه ساعتين وثلاث ساعات على درجة مئة لماذا مئة؟ لأن درجة غلايا الماء ما اللي كان ديره الزيت مع المرق زيت الزيتون مع الماء كي تسمى مرق نحن نقوله المرق واش نيه يكي يكون البلول دي الماء وكان زيدوا عليه الزيت ومع التوابيل ومعه نعم هذا المرق فيه خالط ديال زيت شوية زيت يعني قليل من الزيت مع ماء فالزيت لا تحترق زيت الزيت لا تحترق عند هذه الدرجة درجة مئة مليكي يكون معها الماء ما كتحترقش ما كيشموش نسريحتها ثم أن هذا الماء ما كيخليش درجة الحرارة ما كتتعداش مئة لأنها هي درجة غلايا الماء المرق ما كيفوتش مئة نعم غذي نشوفوا بأن الزيت بوحده ما ليكيكونش مئة المئة هذه الزيت بوحده كيوصلت تلتمية هذي كيعملوا في الفريط نعم هذي كيقلوا في الفريط هذي كيلا جهدوا للنار كتوصلت تلتمية درجة فهذا الدرجة ديالغلايا الماء كيخلي مكونات تحدث مفاعلة كيموية تحدث في الطبيق فكتعطينوكها جيدة ثم ينضج والرسول صلى الله عليه وسلم يوصي على نضج اللحم خاصه يتنضج وكين بعد المكونات الأخرى اللي كيقول خاصة تنضج لمنها البصل علاش؟ لأن البصل الرائحة ديالو قويه ما قد روش عليه الناس ولكن عليين كيف ما كان الحال ولكن اللي تابت في النضج ديالو خاصه يتنضج بالنار هو اللحم اللحم خاصه يطيب طياب بالغ بالغ الناس اللي كيأكلوا مثلا هذيك اللي كنسميه طياب حديد ستيك هذي واحد قطعة دياللحم كيكون نصف مطه يسخنوها تيخرج من الدم ويأكلوها نصف مطهيئة بذريعة أن هذا تقدم وأن اللحم ستقلق وديالو هذا تخلف أنا أقول تخلف خطير نعم هذي تخلف وذي سخافة كيب قدك اللون ديالو وردي يطلق الدم نعم يعني احتش مائز منه نفس لأن اللحم كلما طبخ طبخا جيدا يسهلو هذمه حتى البيض نعم خصوه يتسلق لمدة 12 دقيقة كيلي كي يأكلو نيئ لا هذا تخلف هذا تخلف هذي سخافة وتخلف هذي وقيم يكيد اللون نصف طحي لأن البروتينات البروتينات البيض هي اللي خصط طيب جيد لماذا خصططها يجب أن تططها جيد لماذا لأنها هي في مكونات كبريتية هي غنية بالحمضيات الأمينية المكبرتة وهذا الحمضيات الأمينية المكبرتة هي اللي تشد هذا البروتينات وهذه الروابط الكبريتية لبروتينات والتي تطيب البروتينات ويبيبسين تقبط مزيان في البروتينات يطيبه مزيان معنى أن القطاني واللحم حتى النشويات حتى النشويات يجب أن حتى الخبز العيلات تجعلون بعد المرةjis الخبز شوية تاخن ويكون غلادا ويسطيب مزيان خص يكون رقيق شوية رقو شوية الخبز وما طاب الخبز يطيب جيد يطيب طيب جيد ما يجهدوش له النار الخبز بالعكس احتى كتفى النار هذا فر الحطب احتى كتفى النار وما كيبقاش دخان عاد كالنساء كيدخلو فالفران كيطيب مزيان كيطيب دياب جيد يعني بعنا المرات كيدير هذه القشرة ما كيطيبش من داخل من داخلها فعلا والخبز ممكن درجة الحرارة متفاعة يعني لو قا في الباسيلس هذه ربقات فيه باكتيريا المتبوغة دي الباسيلسيريوس ممكن تعطي توكسينات وممكن الخبز يسميم نعم لاشي الناس نكونوا واضحين لاننا نشوية تهيئة كذلك كتنبتع لها هاد باكتيريا مسألة ذاك البيض انا الاكتري كنت نشوفهم كي يأكلوها نصف مطهي نعم وذا خطير نكملوا هاد طريقة هي احسن طريقة هي الطريقة المرق طريقة العربية الخضار مع ماء زيت زيتون توابي اللحو مش بالضرورة حتى النساء يحمروا ذاك الحم في الزيت عادي يزيدوا الماء هذا خطأ خطأ نعم هذا خطأ لان الزيت مالك يسخنوها لوحدها كتأكسد كتأكسد كتأكسيدات وإبوكسيدات هي ليس جيد وهذه هي داخلة على الطبخ العربي يعملوا كل شي ويسدوا عليه فقط ما عنا مشكلة يعني بسيط اكيد والطبخ يكون بزيت زيتون مع توابي المرق يعني طبخ العربي خضر حتى وإضافة الماء ليس هناك أي مشكل هذا كينطبخ الشي هذولك يدور المقلة أن النساء دابهم قشعة دونوقت ولا عجز ولا أي شي يعني جميع العوامل عليهم كيفما هذا ليس تنقص يعني هذا غير علم أن العلم لا يستحيل كيجيب زرباء خمسة دقائق كتكون حضرة وحد الوجبة إما كتعمل طرف ديال اللحم في المقلة بالزرباء وتتعمل معها بطاطس ولا شي حاجة وتتحط الولد أو حتى الرجل بسرعة نعم هذا من أسوأ ماكين نعم لو هذا الطرف ديال اللحم هذه القطعة ديال اللحم وضعتها مع خضر وتوابل وزيت زيتون وخلاتها الطيب كانت تستفد منها مئة في المئة نعم بلآن ما ليكت شويها كتوليفها بيروكسيدات ما كتطيب سمزيان والبطاطس كلي فيه إكري لاميذو بيروكسيدات وما كتبقاش وجبة علاش لأنه مطبقة المعدة ما قداش تهضم الطبخ التالي والتبخار هادو الناس اللي كيبخروا للسلق بعدها للسلق أنا لا أصيب لش الناس يسلقو أنا لا أصيب بقضية السلق لأن المكونات ديال الخضر اللي كتسلق كالضيع كالفيتامينات الدائبة والأملاح المعدينية الدائبة والبروتينات الدائبة واللياف الخشبية الدائبة بحال الإيليونين هذي كله أشياء تتمشي مع الماد يسلق وهي اللي مهمة الجسم مل أحسن ما يسلقوش الناس إلا سلقو الخضراء يطحنوها في المديلة يطحنوها في الماء اللي تسلقتي يكون أحسن لابغوا يعملوا شربة شربة ولا حاجة ثم الناس اللي كيبخروا التبخار تهوة جيد لأن التبخار كيضيع المكونات أقل من سلق لأن البخار كيطهي هذي الخضر اللي كتعمل فذلك الكسكاس ولا حاجة ولكن علينا تهيي نقصة بعشرين وثلاثين في المية دي المكونات كيمشي وعناش لأن البخار اللي غادي يجمد يتكتف ويرجع يسقط ماء غادي يدي معاه المكونات دي الخضر سلق ما خصوش يكون شي ما خصوش يكون خصوش يكون طياب بالمرق ولا يعني على شكل هذي اللي بغي يبخر أشياء بحال اللحم التبخار يكون للحم فقط للحم فقط لأنه اللي كيتبخر اللحم كنحيده منه كوليستيرول كنحيده منه هذا اليدام وكيبقى جيد ولكن التبخار دي الخضر والذي الأشياء أخرى أنا لا أصيبه لأنك يضيع تهوى بعض المكونات دي لهذه الأغذية لسمحة يا دكتور قد نخدم مكالمة على الخط نحررها ألو السلام عليكم السلام ورحمة الله أختي لطيفة الإسم الكريم معك أسماء أم الريبات أهلا أسماء تفضلي مرحي بارك قد نسوه الدكتور على طرف طنجرة الضغط ولا ما يسمى بالكوكوس واش صحي لأننا كنستعملوها مع العالم كنستعملوها يوميا واش هو صحي ولا ماشي صحي وصفة عامة واش الطبخ السريع صحي ولا لا نعم شكرا شكرا أسماء من يعني الجواب ليس صح عدغا نفسر ليس صح طبخ السريع كله عموما طبخ السريع ليس صح وطنجرة الضغط عجيب وحد الوقت كانوا يقولوا بأن الطبخ السريع هو لي ما كيضيعش المكونات الغذائية نعم وأنا ما كنش متافق من 1982 إلى الآن ما كنش مع عمر كنت متافق مع الطبخ السريع رغم أن أنا كنت في المختبرات دي 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 ودي العلم التغذية اللي كانوا فيه عاليا مهندسين اللي كيعملوا على هاد المعدات هذي وحضرت المشروع ديال حتى ديال هدرجة الزيوت بها ديك سعية الله كيخدمو على هدرجة الزيوت هذي علينا أشياء أنا ما كنتش متافق لا والحمد لله الآن على أن العلوم تزكاتي علميا فأولات أقوى فهذا الطبخ السريع ما كيخليش ديك المفاعلات الكيموية اللي كتوقع في الأكل اللي كتعطيه ديك المضاق واللي كتعطيه الطروة واللي كتعطيه المكونات اللي كتزاد على الأكل المكونات كتزاد على الأكل أنا أعطيك مثلا باش خضرش وحد يأكل الحم خضر لا يمكن لا أبدا صحيح اللحم طازج لا يمكن لا المذاق دياله ولا الشكل ولا الطروة دياله ولا بغاديش يقدر يمضغو بعدها أولا ولكن علش كنطيبه هذك اللحم كنطيبه باش اللون دياله ما يبقاش ككروز كنطيبه باش يولي الطري باش يولي يعني يرتب باش تغياء يتمضخ كيب أشق صح صلب كنطيبه باش النكه دياله تبدل معنى كنطيبه يتبدل لأن هناك مفاعلة كيماوية تقع أثناء الطبخ باش تعطينه كادية لأذك اللحم وكين أشياء كتبك ميلي كنطيبه كين أشياء طيارة كتبك كتبك كان طيارة كتبك طيارة كتبك فالطبخة عندود الدور دياله في في كيزيد عناصر كيضيع نعم كيضيع عناصر غنشوفه ليش غير كيضيع عناصر وكما ذكرت سيدة أسماء من الرباط أغلبية دي النساء تقول كاللار عملي كان طيب وحنا في دكتانجرة الضغط أو ما يسمى بالكوكوت هذا غير قضية وقت وقضية سهولة وقضية نساء لا كتبقى فيعلاً أولاً الأنزيمات اللي لا ما كتبقاش أنزيمات وليس أسألها هناك مكونات تتلف يعني 120 درجة مش هي 100 درجة كبما ساعدنا الحرارة كبما غني تلفو أكتر والغريب أن الفيتامينات يعني إحنا دراسة اللي درنا من 60 درجة وأنها تتلف 120 أقصى ما يمكن وأنها لا تتلف ما بين 60 و 80 يعني إلا طيبنا ما غاديش ممكن نطيبه على 80 لأن البسترة نحن كنا كنا ندرسوا البسترة يعني بسترة الحليب ما كتضيعش مكونات كثيرة من الحليب ولكن تعقيم لأن الحليب باش يبقى لمدة طاولة خصوة يتعقم يعني ما عند الصاني ما عنده كيدير ولكن لكان طازج حذب فرنسا مثلا كانت مشي الأسواق الممتزمة فيها الآن حليب طازج كين حليب طازج الآن يباع نحن ما عندناش لا ما عندناش لأن الشروط الصحية شوية متادينا لأن القانون المغنى عمل أحسن ما يكونش لا ما لا غادي ويقول غش وغادي ويقول تسميور ما تغأي ما لأحسن ناس يكون حليب مباستر في السوق وقريب من الحليب طازج لا عدني مش مشكلة يكون حليب مباستر وكين من اللي كيتجفف الحليب بعدها ما يمكنش يتجفف وهو فيه دسم يعني الصانيح ها يزول دسم بعدها كي يجفف ثم بعدما يبقاش في الدسم ثم من اللي يتجففك واللي فيه تقريباً غير البروتيناتك كتبقى الأملاح المعدينية والبروتينات صافي ولي كيبقى وماشي أشياء أخرى ما كتبقاش القولوبيلينات وذلك شيء هذا كله كي تلاقي بهذه الحرارة دي الجفاف نزيد نكمل أن وقت الطبخ يعني مهم جداً لأن من اللي يستغرق الطاجين في الطبخ دياله ثلاث ساعات على درجة مياه كين المفاعلات كيموية اللي غادي زيدوا نكهة وغادي زيدوا أشياء جديدة يعني كين المكونات غدا تتفاعل مع بعضياته وغدا تعطيه مكونات أخرى هذه المكونات غدا تكون سهلة لهضم لأنه ليس هناك ما يكبح البيبسين البيبسين كيكبحوها الميلانويدات والبيروكسيدات والأوليميتو يعني تشوية اليود عليك اليود ما كيأخذوش الإنسان على شكل أثر فهذه أشياء تكبح البيبسين هذه اللي كانت هضم البروتينات في المعدة وخصوص المعادن من اللي كانت طبخه في الطين ما كانش مشكل من اللي كانت طبخه مثلاً تكلمنا على هذا المسائل ما كانت طبخه في الأليمينيوم كيكون هذوك الأكسيدات اللي كانت تكبح هذيك البيبسين علاش الهضم الآن ديال فاست فود ما كيكونش علاش كيل الميلانويدات وما كيتكونوش دوك يعني ما كيطيبش الأكل بما فيه كفاية اللي كانسموه احنا لديناتوريشن هذا الديناتوريشن ديال بروتينات وديال حتى النشا حتى الستارتش هذا الاميدو حتى النشا يجب المدواد نشوية خاصة طيب بما فيه كفاية الناس اللي كيدروا مثلاً حساء ديال الشاعير خاصوا يطيب بما فيه كفاية نصف ساعة فأكتر أما لما طابش مزيان كيلاحظوه أنه كيد الرهم معنى كيد الرهم ما كيد هذمش ما كيد هذمش ما كيد هذمش هذا هو اللي كان علاش لأن الشاعير فيه أثر ديال بروتينات كيمشي احتل 12% بروتينات وفيه الشي الأخر نشويات اللي يفخة شبية ونشويات أبلح معدنية الشاعير فيه رماد نسبة رماد مرتفعة فيه أملح معدنية فهذه الأشياء يجب أن تنضج بالنار خصة طبخ جيد البروتينات اللي هم اللحم واللي هم القطاني واللي هم النشويات هذا خاصوا من الطبخه بما فيه كفاية خاصوا من الطبخه يعني جيد الأكل الطازج مع الأكل المطبخ لك هلو الناس طبيخ ديال الطاجين اللي طيب على مية درجة لمدة طويلة كيلاحظوا على أن الامتصاص كيكون جيد الناس اللي ذبها في الجبال واللي في النماطق النائية في المغرب ما عندهمش آنيميا ما عندهمش هشاشة العظام لا أبدا لأن الطبخ ديالهم هذا الشيء البسيط اللي كيأكلوا كيتمتص لاش ما عندهمش كابيحات الهضم دوك اللي كيحبسوا الهضم اللي غير رجعوا نشكوا في المدينة الأكل اللي كين في المدينة هو أكل لا يمكن أصحابو يهضمو لاش نعطيك مثل البطاطس بسيطة يا البطاطس كي يأكلها البطاطس من اللي كنطيبوها في المرقة تؤكل لأننا شويات خضرة جيدة يأكلوها لناس ما كيش مشكلة فشويات السولانين ولكن ليس هناك أي مشكلة وتكلف الموسم ديالها تكلف شرار ربعة خمسة ستة سبعة ما تأكلش من غير هاد الموسمة لما هاد البطاطس ما nucleوها في الزيت كندها تكون لفjan الميلانويدات والبيروكسيدات والأكريلاميد الأكريلاميد مين كيجي؟ يجي من اللاميدون 가는 صخن نشع الميتين وخمسين درجة كيتكون هاد الأكريلاميد كان غير في ثلاثة المكوينات الأكريلاميد كان في البطاطس هاد المشوية فريت وكين في الشيبس وكين في البابكورن هذيك الضرر المشوية هذي الأكريلاميد لأن الناشا هذا الناشا من اللي كيتسخن على ميتين وخمسين دراجة يعني ها هي البطاطس لغير طبختها جيد ولكن لشويتها في الزيت ما كيتهضمش وما كيتهضمش وما كيتخليش لك شي اللي كلتي معها يتهضم نفس الشي لحوم مثلا لحم إذا طبخناه بالمرق طبخ عربي مغربي إذا طبخناه بالمرق نستفيد منه كين بروتينات دائبة اللي غا تنشي مع المرق غا نغمسوا هذا الشيء غا ناكله بالخبز وكين البروتينات الأخرى اللي غا تتبقى في اللحم إلا اللحم شوينا على شكل في المقلة في الزيت إلا شوينا هذك اللحم غا ياخد بيروكسيدات هذا اللحم غا ياخد بيروكسيدات ديال الزيت وهذك الشحمة دياله تهيه غا تتأكسد هذا اللحم هذا وما غا ديش هذوك البونديسيلفير طراوة دياله مغا ديش يكون مغا ديش يكون رطب مغا ديهرق مغا ديش يبقى شاد مغا ديش تقبط فيهم زيان جيد يعني غير ها هو غير هو نيت نفسه المادة نفسها إلا قليناها ماشية لطيبنا هذا هذا أكثر من ذلك إلا أخذنا مثل الخضر خضر إلا قطعناها رققناها مزيان وصلقناها في الماء لمدة خمس دقائق إلى عشرة وطحناها في الماء دياله نستفيد منها مئة في المئة أحسن من ضييره شادك الماء المدينة من ضييره شاد الأنزيمات غا دين يمشوا طبعاً الأنزيمات ما غا دين يبقعوش ولكن الفوائد الأخرى مزيدة لا أكيد لا أكيد إلا هاد الخضر دخلناها في أشياء أخرى لولاد حديثة هادي بيتزا هادي فارسي هادي معمراء هادي دير هادي غادي نضيعها هذا هو المشكلة إلا أخذنا هادك الخضراء النساء كيصلقوا الخضراء كيرميوا هادك الماء وكيقطعوها ويعملوها سلطات لا نستفيد منها إلا الألياف الخشمية ألياف الخشمية هي جيدة الجسم لماذا؟ لأن أولا هادك السلطات خاصة تكون أشياء طازجة باش تساعد على الهد معنا طازجة لأنها غتجيب الأنزيمات هلاش كنأخذوها قبل الأكل لأنها فيها الأنزيمات باش تساعدنا على الهد من الخص من الخيار من The Aduck من الفقوس من أشياء هذه قبل الأكل وقبل تكون حتى أطول طالح له حتى أطول بطاطة حلوة فتكون قبل الأكل هي جيدة لما هادك الأشياء كنسلقها والرميو هادك الماء ونأخذوها وأقتعوها ما فياش الأنزيمات ما كنتسلحش تكون حتى في ماذا نكروها وصافحة لا ما كتسمحش تكون قبل الأكل خصنا نخضروا بها نخضروا بها الأفضل فالأشياء اللي كتساعد على الهضم اللي بغوا النساء يعملوا أسلاطات نحن نقوله في المغرب الصلاة يلا سلاطة رأى وحد نعيش فلي كنسميه وحنا هاد القادية ديالالهاضيمات اللي كناخذوها قبل الأكل قبل الوجب لازم تكون طازجة يعملوا فيها بصل خيار فقوس يعملوا فيها بطاة الحلوة أو حتى فوقي أنا حتى فوقي أمال شنو السؤال ديالك بايت نقول الدكتور واش احنا نتبار تنطلقو الخضر واش من الأحسن ندخلوها ولا تتكون في واحد بالإناء وتتوضع كل خضراء فيك وتتسلق هذا والسؤال بايت نتبار الجسم ديالنا وانتي كتنول الخضر بحيث داروري إنها بتتكون تتشتوي على بزد للسوائد نعم أولا منهم تتساعد على الدكاء والقراية نعم دي ما سألك جيد وكتشرب الحليب ولا ما كتشربيش الحليب شوية شوية شكرا أمال الطفلة من مدينة سالة وسؤالها جيد نعم وهذا الناشئة ديالنا هاد الأطفال في هاد الأعمار ديذ 14 12 و 14 و 16 كيكونوا في الكوليج نعم وكي بغوا يتعطاوا الريادات كي بغوا يتحركوا الأطفال اللي كيمارسوا الريادات أي ريادة أحسن ما يكلوش المواد الصناعية يعني الجسم اللي كيمارس الريادة مخصوش يتسمم ياخدوش تاخد تسممات إلا كالأكل ديال المطابعي ما يحتاجوش ياخدو هذوك المقويات حيث بعض الأطفال كيمشي ويشريوا أشياء يزيدوها كي يكذبوا عليهم قولوا ما ديفعل بروتين هذي فيها هذا كذب إلا أكلوا قطاني وسمك وأكلوا فواكه جافة وخضر وفواكه طرية كذلك وشعير وقمح ورز ما يحتاجوش مقويات ما يحتاجوش هذي الأشياء يعني من الأحسن الأطفال لهذا الأعمار هذي حتى اللي صغر منهم ولا حتى اللي كبر منهم يتجنبوا المواد الصناعية والأكل في الشوارع هذو يمشي الكوليج إن شاء الله يمشي التانوية دياله يتمنى أكتر يكي يكلوا في الشوارع يدي معها برتقالة ياخد معها تمر ياخد معها شريحة ياخد معها زبيب ياخد معها إن شاء الله إن شاء الله ياخد حتى حمص غير يتجنبوا ما أمكن للأكل في الشوارع يجنبوا ما أمكن للأكل في الشوارع لأنه عنده أحد المشكل ديال الدكاء إن أطفال ديالنا ولو معصبين ولو كتير الحركة ولو مقوش كيركزو وهذا رأي من الأكل يعني كيف تتمكع لحاصة ورعات الحياة يعني المطاعم اللي كتب نعم من تكل وجبات سريعة يكون الأكل ديال من طبيعي والتخضير يكون زيت زيتون يكترون من الأسماك وفوكي الجفة هذو جيدة للأطفال هذا المقلة هاد شي اللي كيقلو هاد طريقة ديالقلي مع الطريقة ديالسليق هي أسوأ طرق للاستفادة من هاد هاد المواد الغذائية طازة جاليك خضر هي الخضر اللي كنت تكلم ما علينا إلا سلقو الناس للحم يكون أحسن الحم لا تسلق جيد أو تبخر نعم ولا تبخر للحم أغل نعم ولكن إلا بخروا الناس للحم كيستكي وليه أحسن لشنا كينقصوا منه هذا الدسين واحد الإشارة دكتور كينقصوا أشياء كثيرة مش هي أمال الطفلة ذكرت بأن كتعمل كل أو الوليدة ديالها كما على ما أدون لأنه كتطبخ أكيد كتعمل كل خضراء في بلاستيكة عاد كتبخرها لا لما تبخرش في البلاستيك إلا تبخرت في البلاستيك هتقول لي سامع لأن هادو كل المشكلة وليديوكسين عادنا مشكلة ديوكسين والبلاستيك عاد المواد اللي غادر تكون أثناء التمخر ولمواد اللي غادر تؤination mashup لبلاستيك هي البيسوافينول بايو باي هذا البيسوافينول ولا الفطليك لأحمد الفطليك لكن هاد البلاستيك اللي كيعملوا منو أكياس ولا يلفو فيه ما يكونش kefuto أحتفل لكين فيه البيسوافينول والديوكسينات طبعا ما اللي قنسخنوا البلاستيك هي 지원 بالديوكسينات مال أحسن ما يبخروش الآن بالنسب expressed inox Joint or alonix عشاند الماء وما الناس من يتجربون الطبق الخبز وقصعة العود ونزرضوا any straps eyed لا يمكن تنعم القصعات الخشب لا يقدر أن يصنع هذه الأشياء لا يقدر عليها ما علينا نحن هذه الأشياء خاصة تكون في القيم دينا وخاصة تكون في الحاضرة ما زالها في الأسواق غير هي ما كيش واحد لإقبال وهي ليس هناك أواني بدون ضرر إلا القصعة للخشب وكان عندنا صحون كان عندنا ذو الخشب كل شيء كان عندنا أنا أشتهم مزالي الشمال المغرب مزالين كيتناولون أطباقها للنساء أرجعوا للبلاستيك ديور كلهم الآن تعج بالبلاستيك والأهواني ديال البلاستيك يحاولون لأن القصعات التي تشوف غير كب النظر أن الله سبحانه وتعالى ذا الجمالية في الكون لا تصلها جمالية وخة تصل حضارة تصنيع أنا أقول حضارة تصنيع فقط ليست حضارة الإنسان حضارة الإنسان هي التي كانت على المسلمين أما حضارة تصنيع الآن الغرب عنده حضارة تصنيع حضارة في الصناعة تقدم تكنولوجيا أحسن ناس بشيفهم أما هي ليست حضارة أن الحضارة التي لا تدخل السعادة على الناس فهي ليست حضارة حضارة معنى سعادة الشخص تقدم زائد سعادة ممكن تقدمه لكني لا يوجد سعادة للناس على شكل أنه تقدم مادية 100% من ورائه كسب وهذه طبعاً الحضرة الإسلامية ما كانش من أراد أن نشر كلمة الله ما عمر المسلمين كانوا غادي يجيبوا شي حاجة من الأندلس ما عمره كانوا غادي يجيبه كانوا يجيبوا الخارج والعشور والحاجة عالية ما فاض على الناس ما عمره ما أعجبه ما قاعده شي حاجة فهذه هي الفرق الآن إنما بين الغزو وما بين الفتح نحن ما غزيناش العالم ما لم نغزو العالم في التاريخ نحن فتحنا العالم كان كلمة فتح الأندلس ولقد فتحناها وعاش الناس في سعادة ومشات حضارة ومشا علم ومشفة لكم ومشات طيب ومشات زراعة ومشات بيطارة كله مشاعل هذه الناس يعترفوا بها ولا ما يعترفوش بهذا التاريخ تابت مش عاد الإنسان بذكي يعيش ولا عاد اخترع هذه الأشياء فمن اللي غير رجعون شوف مثلا من اللي تشوف قسعة دي الخشب فهي تدخل البهجة على نفس هي تعجب في النفس أولا من اللي تشوف قسعة دي البلاستيك فهي لا تعجبه في النفس حتى الألوان اللون دي البلاستيك بحال دبا القصر يشتند البلاستيك كتشبه من بعيد لعود ولكن نفس إنسان مخلوق على الفطرة فطرة الشخص تقبل أشياء لا تقبل أشياء نعطيك مثل الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النحب والخيلة والبغارة والحميرة اللي تركبوها وزينة ويخلقوا ما لا تعلمون من اللي نشوفه واحد الحصان واقف حدا مرسيديس سيارة مرسيديس أنا لا أظن أن الشخص غد تعجبه المرسيديس كثير من الحصان هكذا هذي غير زينة هذي غير مناحة يعني الركوب هذي شيء آخر الناس من اللي كانوا كيركبوه على الدواب ما كانوا كيجيب مع ألم الظهر الآن مراد العصر بشهادة أمريكا طبعا والغرب كله يعني أوروبا يعني دبا لما لا يجيطون ولا مراد يجيطون للمدد فهي وعال يرنيد إسكال وعال المسائل منزلقات الغضروفية وعال المسائل اللي وقعها دبا للناس يعني العالم كما أقول أنا يتقدم ماديا هكيا يعني وتكنولوجيا فقط وإنه لا يتقدم يعني لأن سعادة شخص هو ما تكونش عنده آلم الظهر يعني لأن الركوب في سيارة المرسيديس مش هو الركوب على الحصان من اللي كيركب على الحصان كيكون قابط مزيان وكيكون شاد كيكون رياضة من اللي كيكون راكب كيكون مرتخي جدا فطبعا يعني العظام ديالو كتبقى تتحرك وكتبقى تمشي يعني تخرج وتدخل ولذلك شنة إيرني إيسكال إيرني إيسكال وذلك النزلاق كي ذلك الكارتي لا يعيش من دوعد وما عنده وجد وخصو راحة أطيبة يعطيه راحة تامة وخصوك تنعس على الأرض وهذاك الآلام يعطيه شوية أسبرين ولا حاجة غير واحد المدة طفيفة باش الآلام يتحييش ما عشي ميلا ولكن هو لأنه مراض آناتومي إيرني إيرني يرى شدة شركة في على المن distinct هذا بخص الناس يخذوا راحة ويناس ينموا على الأرض ولكن كيكون علاج راحة التامة يتع Mary لا عليها راحة التامة نعم راحة التامة هيا أقول راحة التامة أخصوش يطلع في الدروج ولا أخصوش يسوق السيادة ولا أخصوش يستقل ولكن لا يتمشه هذا لا يتمنع الحمام الحمام لا يدخل لي لأن الحركات الحمام سيتعجر ويتعاود ترد هذا الألم الموضيلي وكيف يعالجوه بالسخونية؟ لا، هذا التكماد السخونية ربما تزيد فيه وأي حركة، المساج يزيد فيه لا يخصوش يتمدد وينام على الأرض يتمدد بطانية وينام على الأرض ويأخذ راحة تامة ويتمدد ويأخذ راحة تامة لمدة عشر أيام وخمسة عشر أيام وأكثر حتى يحس برسوء جيد هذا هو العلاج لأنه مرض آناطومي لا عنده شيء كي يأخذ إبار لا، هذا غير الآلام تخفيف الآلام فقط مع كامل الأسف كي أن الدكتور كان حضروا الطعام وكان طبخوه كان يعلب ولكن يمكن كي يتعلب خلاف الشروط الصحية كتكون هناك بكتيريا حديثنا عن هذه البكتيريا نعم، لا، كان الشروط الصحية وكان الشروط الصناعية نعم، فعلا الشروط الصناعية هو أن المواد اللي كالتعقم واللي قابلة اللي خطيرة اللي كنسموه الهازاردوز همال اللحوم والسمك نقانيق مسائل هذه هذه الأشياء كلها خصى التعقم لما التعقم ما خصاش يصيبها الهواء خصتها في واحد يعني حاجة محكمة للإغلاق هذو قوارير اللي كيعملوا فيها العلب خصم تكونوا محكم لأن الصانع كيعود يقلب واش مغلوقة مزيان يعني لكان فيها واحد شيء بسيط كيدخل هذا كتعود تلوت كتعود تلوت لأن الهواء في جراتيم غبار والهواء وذلك شي في جراتيم هذي جيد سؤال جزاك الله وخير هنا تدخل لشيء أنا كي نساء اللي كي طيبوا هذك طعام وكي ماللي كي بقاع من الأكل كي يردوه التلاجة تلاجة آه ماللي كي يردوه التلاجة كي يقولوا صافر احنا عملنا في تلاجة ما كينتا مشكلة مالنا في واحد العلبة نعم وما عملوه في تلاجة أولا كين جراتيم تنمو تحت البرودة ثم كين جراتيم كتكون نبتة وكتبدأ تمثل في الأنزيمات ديالة في توكسينات ديالة هي ما كتكاترش في تلاجة ولكن توكسينات ديالة كتبقات تنتج فيها من اللي كي يعودوا يخرجوه في اليوم الثاني ولو أنه مصخنوه فربما هذيك الميكروبات غد تموت تتلف الحرارة ولكن التوكسينات ما كتتلفاش الحرارة ومثلا در في الموجومي لاني كتوقع على المستوى الصناعي كذلك لان الصانع كيخز הזبا قبل بستر ديال прокخزشий من البصير على درجة أربعة كينين جراتيم تنمو على هذا الدرجة الدرجة الأربعة كتعطي هذيك التوكسينات اللي كنسمو ... والدي كتش وتأنيكwith ترك bertب ولكن الطوكسيناتك تبقى وهذا شيء أولا الصانع هو لا يعمل هذا الشيء هو شيء غير مرغوب فيه وهذا الحديث هذا وهو غير مقصود يعني الأشياء اللي في الصناعة للغلب الله ولكن هي في الحقيقة بأنه خاص الصانع يكون ولا بدي عنده واحد خبير تغذية معه ماشي كنتبه هذا هو مع الأسف الشديد كنا قد نكون هيئة المهندسين كان في الثمانينات رك عارف المغرب كان يمر من مراحل سياسية واعرة كانت هناك تيارات سياسية حزبية تكونت وما تكونت في نفس الوقت لأن استولوا على الأحزاب لكن من جل المطالبات لكن المطلب الأساسي هو لا تسلم رخص صناعات الغذائية إلا للمهندسين نعم بحل باياطرة بحل أطباء بحل الصيادين نديروا هيئة المهندسين في الصناعات الغذائية وكنا نطلبوا من الحكومة لا تسلم أي رخصة لأي مصنع أو لأي إنتاج إلا للمهندسين في الصناعات الغذائية وإلا كان شيء صانع مموّل يدخل المهندس ويدير معها لا يوجد مشكلة مهم غير رخصتكم في صناعات المهندس لأنه عندنا صناعات ما عندهم شيء مهندسين في المعامل نعم عندنا صناعات ما عندهم شيء مهندسين تقول لك أنا كتن خدم ثلاثين عامادي وأنا محتاجش مهندس وهو ما شيء يضر المستهلك يضر نفسه نعطيك مثل الطماطم مثلا مركز الطماطم مركز الطماطم مثلا من اللي يفسد لا يضر المستهلك يضر الصانع لأن هذه العلبة تنفخ وغدا تنفجر وغدا تضيعه لأن جاراتهم اللي تفجر هذي هي اللوكونوسطوك والخمائر هذي ما كتدرش المستهلك خير كله ما كتدرش ولكن كتدرش صانع فهذا البرت اللي نسمحنا هذا الضياع والفساد اللي يقع على مستوى هذ المعامل هو يعني كي يبرر هذا الراتب دي الواحد المهندس يدخل معه مهندساً للمعمل أو أشياء حاجة لكن أشياء أخرى بحال سمك مثلاً جودة العلاب دي السمك كان ممكن تكون أحسن مما هي عليه الآن بكثير لدرجة أن كين عدنا بريطانيين وعدنا مثلاً أجانب اللي كيصنعوهم بأنفسهم هذ العلاب علاش يصنعوها عندنا نحن اللي نصنعوهم بعولهم ولكن هنا الآن عدنا بريطانيين كيصنعوه علاب ليهم هم داخل داخل ترى عليين في طانطان وفي العيون وفي أقادير كانت لوزين في أقادير هذو وكينين الآن أقول له أقول له العلاب مصنعوه في المغرب وكاتبين على برودويسيه دهوروا من القانون هذا فنحن لا نرضى لأنفسنا باش غذين ندرقوا لغا نتحرموا باد باد هذ النسائل هذه حدنا مهندسهم في الصناعات الغذائية وعندنا خبراء وعدنا الناس لتحداوا الغرب في الصناعات الغذائية كين وحد العملية بسيطة ما كينتها باش للصانع لأن هذا تهوى طهي طروق الطهي هذه التعقيمتها وراء طهي علاش غيره من النساء الآن يقلوش كي طيبوا ولو الشركات كي طيبوا لهم علاش لأن النقاني قرأها مطبوخة واسماء قرأها مطبوخة وكين بعض الحلويات مطبوخة وكين بعض البسكاويتات مخبوزة وكين أشياء كلها طيبة جاهزة يعني جاهزة نعطيك مثل فرنسا مثلا من اللي كنا نقرأ كنا نشتريه الحمص طيب حمص طيب كنديروه في الحريرة طيب ما تفزقوه ما تحيدليش جلده ما يعني طيب كننغسلوه من هذك المدية لو كنديروه في الحريرة يعني جاي يعني علاش لأنه الآن بحكم بحكم سرعة الحياة وبحكم الوقت والنساء والخدامين فالشركات كي يجتهدو باش يعملو تقريبا نفس الشيء ما يقدروش من المستحيل يعملو نفس الطياب لأنه ممكن أي شيء نصنعوه حتى الأشياء اللي ما تخترش لك عليها حتى الكرعين دابا هذو دي الرجلين دي البقار إلا مشيتي الأوروبا كتلقوهم في علب ما كنش حاجة ما تصنعش عشن هو تصنيع تصنيع هو غادي تطيب على الشيء الكبير على مستوى كبير واحد الكمية كبيرة وغادي تعلبها تحت الشروط يتكلمتي علالي تفضلت تحت الشروط صيناعية وعاد شروط صحية خاصة شروط صيناع ما هي شروط صيناعية خاصة هذا الصانع ما ترجعش للمادة دياله ما تفضلش لنوالي غا يضيع ما تكونش ميكروفويت ما تكونش حاجة ولا ذاك القصدير يصدي ولا يتنفاخ ولا حاجة ولا اسمية ثم يكونش صافية هذي شروط صيناعية ثم الشروط الصيناعية الصحية تطلب باش ميكونوش جراطيم بحال مثلا في البسطارات الحليب بيكونوش هذو كليكوليفورم باكتيريا ديالأمعاء حال أشياء هكذا اللي القانون كيطلب ما تكونش بحال اليستامين ما تكونش في السماك بحال المسائلات دكتور غادي نحر مكالمة معنا على الخط ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم السلام عليكم زهرة من المجدى أهلا زهرة شكرا وكنتشكرك مع أهل البرنامج رائع نعم واحد سؤالين إذا كانوا ممكن للدكتور نعم ممكن شكرا وستد طريقا الطبخ ديالنا هي قديمة يعني والنظم اللي تعلمنا على والدين الله يرحمهم بقينا سيرين عليه نعم يعني طبخ طنجرة في كوكوت والخبز يعني في الفران والحمد لله يعني ما تصابنا بأي مرض ولا أي يعني خلفية نعم جيد بريتني نقول وش كان شي خلفية للمدى البعيد نعم يعني الطريقا نسع الطبخ الطعام الماكرة تصعد على المسمى للحرشة يعني برا ما كانش ليش أنا هذي نهائيا واخا أنني كانش لشي مصطفة هكا في 60 كيلومتو لا ثمانين كان حاول أنني كان نوجد في الدار وكان نمشي جيد يدي ذك شي مزيان يعني برا ما عنديش مع برا لأن أولي الأبناء ديالي جيد وش هذي طريقة يعني صحية نعم جيد وداء أستاذ ودك كان ديوا هكا معلبة حق كان ديوا اللوبيا والصفرجل أو في المجميد وش هذي طريقة صحية يعني واللحم كان ديوا كذلك في المجميد لمدة عشرين يوم يعني بلا ما نستهلكو واش هذي طريقة أستاذ صحية ولا أخصا نشي في ذاك الشي ونو وتتلكو في نفس الوقت بس اليوم يعني نفسه وشكرا أستاذ شكرا لك شكرا لك سلام عليكم السيدة قالت باقينا على أجدادنا والله ينتمنى أن المغربة يبقوا على الأكل ديال أبائهم وأجدادهم ينتمنى لأن يعني لأن من الاستعمار الآن الغرب كي يحاولي بالدلينا حتى الماذا قدينا إن شاء الله أنا أتمنى ما غادي نشي على المدى الباعد لا أظن لو بقيت حي ما نعرفش أنا واش غا نبقى حي ولا غا نموت ولكن إلى حد الآن المغربة بقين عارفين البلدي وبقين شبتين بالطبخ ديالهم وبقين عدم الكوسكوس كيما كيعملوه وبقين عدم الخبز كيخبزوه بقين عدم الخميرة البلدية وبقين كتب خبزيت زيتون ورغم ما كثرة الضوضاء وكثرة التضبيب والتضليل وكثرة الهضرة وكثرة الكلام ولكن المغربة عارفين بأن أشياء تابتة ولكن دكتور أنا الطبخ بزيت زيتون حاربوه مين لتعمروا بقين كي حاربوه كيقولوا ما طبخوش بزيت زيتون الطبخ بزيت زيتون المغربة مزال كي طبخوا بزيت زيتون الحمد لله بفضلكم دكتور تغييرت العديد من العدد السيئة إن شاء الله خير هذا ما كان تأثير الحمد لله وهذه السيدة تقول بأنها ما عندمش أمراض ما عنداش أمراض إلا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى المرض تهوى ابتلاء إلا ما كانش ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وكانت مما يتسببه هذا الإنسان فأناظن هاي السيدة عيشة بسلام لكانت تطبخ لولاده وهي قالت بأن حتى مالك تخرج تمشي تسافر كتتدي معها المسائل ديالها هذه هي نعم هذا شيء بغيثنا هذا هو اللي بغيت في المجتمع المغربي هذا يعني حتى أنني متسهل جداً حتى الإنسان إلا تضطر إلا كان مضطر مرة في الشهر أو مرتين في السنة باش يحل واحد العلباق ما كانش مشكلة لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق الجسم يقاوم ويتكيف رعدنا واحد القوة داخل يتيك تحفظنا طبعاً من التسموم لو لم تكن هذه القوة لكان أبسط شيء كونديدوس تقتل شوف مثلاً دا فقد المناعة الأيدس هذا دا فقد المناعة باش كيموتو الناس ما كيموتوش بالفيروس كيموتو بالكونديدوس يعني ذيك الخاميرة اللي كان الجسم ديانا قعمة كيحس بها لكن اللي كانت نخافض المناعة كيقول ذاك الجوء آخر جورتهم كيقول ينال من الجسم هذه هذا علي كان عرف أن مدينة وجدة باقي متشبتين بكثير وأنه عندهم بعض الأشياء اللي ما عندناش في الداخل عندهم واحد تمر كيخلطوه مع الزبدة البلدية كيسميه الأقض وعندهم بعض الأشياء اللي العالية الوجدية محضة نعم شرق المغرب مازالين محافظين على هذه العادات القديمة طبعاً غير واشغل نقدر ندوننا هاد شيء علينا أنا عارف تقريباً كل شيء كان بعض الأشياء مازالة حتى لومليت بالدقيق كان في الجبل طارق الطبخ نحن دباء الناس اللي كيبغيوا يديروا البيض المرة كتمشي للمقلة كتدير الزيت وكتدير البيض يعني هذه الطبخ العادي كتقتل ولدها لو غير سلقت لولد البيضة هادي سلقتها لو غير سلقتها لي كان أحسن وكتسلقت مقلتي جيدة هذا تزيد على البروكسيدات دير الزيت الروميو ربما تزيد على احترات المقلة شوف في الجبل كيعملوا هاد البيض هذا مع الدقيق كيعملوا النخالة في الفراح وكيشووا فوق منا البيضة وهدي كيانان هادو شلوح احنا زيق شلوح هاي موية يعني مكي احنا كنقول شلوح احنا كنقول شلوح ما كنقصوش ليست مقزين احنا 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 في الشوية كنقول شلوح ماشي من عقس هذا احترام هاد المناطق الان الطبخ ديالهم راقي وما نظنش ان الطبخ الايطالي ولا الطبخ العالمي يوصل لهذا الطبخ ديال الاطلس يعني طبخ ما شاء الله وهاد البيض مليكي طيب هك نشف فوق النخالة ليس فيه اذى لان المشكل ديال البيض خيكون فيه الكوليستيرول ما فيش لقراء اه نعم وكن نظر على البيض البلدي انا جبال عنده البيض البلدي احنا احنا كنقول الطبخ المعهود اللي عارفينه الناس الطبخ ديال المرقة اللي كيعرفوه البلول وكان الطبخ ديال الشي ولا المقلة وكان الطبخار اللي كيعبغي يسلق ولا يبخر وكان الحمرة كيتشاواه الناس اللي كيعشوه وكانتشوه والحمرة اللي كيتشوه كيدوب اذا كالشحما كتدوب وكانتمشي هذي احسن ولكن كيتكون واحد شوية ديال، كيشرب واحد شوية ديال دخان ديال نار ولكن ليس هناك ولكن ما يضرش علينا إذا أتخاذ مع النبات ممكنش مشكلة إذن إلا سمحتي دكتور قد ينحروا مكالمة أو آخر مكالمة في هذا اللقاء ألو السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم الإسم الكريم معكم سارة من إسبانيا أهلاً سارة من إسبانيا مرحباً بك وأهلاً بالجالية المغربية الموجودة في الخارج أو إسبانيا ومتشاهكم أكس برغمج سؤالي للأتدى الدكتور اللي كانت سلم إليه برغمج هو عن طريقة كيف يطهي سمك نعم لأننا في المغرب كنت تصيرو على القلي بالزاف نعم تقريب سردين تقريبه هذا وثمرت برانج بأن القلي ما كنت تشير عن سمك ما عشوش صحيح لأن القليب سمك عنددوك الجلدة الفقانية كتحميه من مغرب نعم ولكن ما عشت أنا واش برغمج صحيح حوزاً لا وبعض المقالات رأيت أن بعض العلماء أنهم أرادوا إصدار الهتواب لتحريم القليب هالقلي خاطر في هالقلي نعم شكراً شكراً لك سارة من إسبانيا سوء الجيد نعم لو وصلوا العلماء باشيفتي وتحريم هذه عاد الإسلام سيكون بداية وقاف على رجلي فعلاً العلماء خصمي فتيوب تحرم كثير من المأكولات ليس لأنها خنزيرية ولكن لأنها مؤذية تؤذي وقع الأشياء التي تؤذي يجب أن تحرم من الناحية العقيدية الأخت سارة جزاك الله خيرا من إسبانيا من قال أن السمك عنده ما يحميه وأن القلي دياله لا يأثر فهو إنسان جاهل هذا إنسان جاهل تماما مئة في المئة لماذا؟ لأن السمك الذي نعمله في زيت المائدة البيروكسيدات زائد باعش ذوك المحفظات اللي يديرون الصانع في الزيت ثم غادي يكون بيروكسيدات وطبعا ما غادي يشكون هذا السمك أحسن طبخ ديال السمك هو الطاجين مع الخضر طاجين سمك مع الخضر وإلا التبخر يتبخر السمك يتبخر كنا نعمله في الفرن؟ ولا الفرن بدون زيت في الفرن بدون زيت يتخفز هنا نعم ثم أحسن طريقة هي الطريقة الراقية هو شربة السمك لأن هذا السمك يتلق هو يتطحن في الماء ديالو مع الربيع مع الدنوس مع التومة يتطحن على شكل شربة السمك على شكل شربة حساء السمك هذا هو أحسن طريقة ولكن هذا القضية ديال القلي حيث نعم نعم شهورة في المغرب نعم نعم ويا أسوأ طريقة لطهي السمك هي هذا المشكل ديال القلي في الزيت يأسوأ أسوأ طريقة وخص ناس يجنبوها يجنبوها إذن شكرا لكم دكتور على كل ما قدمته لنا من معلومات ولو أن الموضوع يعني ما غيركوش نحصور في ساعة نعم وهاد المعلومة ديال السمك سبحان الله هي اللي كانت خاصة إلا الأخت من وجدة ربما ما تقول لك ما جاوبتينيش لأشياء اللي كتدار في المجميد ربما نخصو حلقة على كيف تخزيكي تخزين أربيا إن شاء الله كنوعدهم اللي كتدار في المجميد ما كيفسدوش غير ما تدروهمش بلاستيك مباشرة مباشرة يتلفوه في الورق وانت دائما كتدار في المجميد ما كنش مشكلة لا اللوبيا ولا الخضار ولا أي شي سفرجل إن سفرجل ما كيبقاش بزاف نعم يتقطع سفرجل يتقطع طريفات ويتعمل في أحد الورق ويتعمل في كيس بلاستيكي ويتعمل في المجميد مجميد أحسن إذن شكرا لكم دكتور على كل ما قدمته لنا من معلومات قيمة إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيل الشكر